موسيقى بين تظاهرات سلمية عفوية تطالب بإسقاط النظام وإنهاء حكم الأحزاب الفاسدة التي استولت على السلطة منذ احتلال العراق عام 2003 واحتجاجات ميليشيوية مدعومة من إيران بات العراق على مفترق طرق بين أن ينال حريته أو يبقى تحت الهيمنة الإيرانية بتنفيذ أذرع طهران من الميليشيات في العراق أمريكا بره بره إيران تبقى حره حكومة والأحزاب وميليشياتها لجأت إلى أسلوب جديد لحرف مسار ثورة تشرين من خلال الاقتحام الاستعراضي للمنطقة الخضراء المحصنة والهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد علها تنجح هذه المرة فيما فشلت به سابقا من محاولات لإجهاض الثورة المطالبة بإسقاطهم ونظامهم الحكومة وميليشياتها دأبت منذ بداية ثورة تشرين على العمل على قمع التظاهرات بداية من استخدام العنف المفرط وقنص المتظاهرين ومرورا بعمليات اختيال وملاحقة وخطف الناشطين وصولا إلى التسويف والمماطلة في تحقيق أول مطالب المتظاهرين من خلال الإصرار على مرشح ينتمي لأحد الأحزاب المرفوضة من الشارع المنتفض احتجاجات الميليشيات في محيط السفارة الأمريكية التي قادها زعماء الأحزاب والكتل السياسية لم تكن إلا محاولة لإنهاء التظاهرات المطالبة بالقضاء على سلطة الأحزاب التي ترعاها وبينما يسعى العراقيون من خلال تظاهراتهم إلى الخلاص من التبعية الإيرانية التي أغرق السياسيون البلاد بها تحاول عناصر الميليشيات ومن خلال تجمعهم أمام السفارة الأمريكية وهجومهم عليها جرى العراق إلى حرب بالوكالة لا خاسر فيها سوى الشعب محاولات ميليشياوية مدعومة من الحكومة وأحزابها للتشبث بالسلطة ولإبقاء العراق تحت السيطرة الإيرانية يقابلها إصرار من متظاهر ثورة تشرين على القضاء على الهيمنة الإيرانية التي تنفذها أيدي زعماء الأحزاب الذين أعلنوا مرارا وتكرارا ولا أهم المطلق لولاية الفقيه في طهران